نعم بها أولانا وكفى به مولانا أحصى فلا ينسانا قال أشكر وأعانى فكفى به مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مبي وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعده فإن من نعم الله عز وجل على العبد أن يمتن الله تبارك وتعالى عليه وأن يرزقه بزوجة صالحة تعينه على مراضي ربه سبحانه وتعالى والمرأة الصالحة نعيم معجل نعيم معجل من أصعب الأشياء أن الإنسان يتزوج بمرأة غايتها غير غايته نواة جوز وحدة زي الشريك المخالف وحدة هي غايتها شيء وهو أصلا ينظر ويتطلع إلى الآخرة ورضى ربه سبحانه وتعالى روا بن حبان في كتاب روضة العقلاء أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما أراد أن يتزود أمة الدرداء قال لها تعالي نتفق شوف بقى سيبرم معها عقدا يقول لها ستة الكل تعالي نعود مع بعض عشان نتفق بقى نشوف هنمشي إزاي في حياتنا تعالي نتفق إذا غضبت مني رضيتك وإذا غضبت مني رضيتك وإذا غضبت منك رضيني فإلا منكم كذلك ما أسرع ما نفترك إن كل واحد مننا يا إخوانا يكبر دماغه كل واحد مننا أنا عملت لاش حاجة هي اللي عملت هي اللي قالت هي اللي سوت وهي تقول ده هو بيعمل وبيعمل وبيعمل ليه يا إخوانا مفروض الحياة مبنية على السكن الذي أخبر عنه رب العالمين سبحانه وتعالى لتسكلوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إحنا مش متجاوزين يا إخوانا علشان ندخل في ملاحة مع بعض مش علشان أنا أنتصر في كل مشكلة أو أنت تنتصر ويحصل بيننا مشاكل ليه المفروض إنسان متجاوز علشان يحصل عنده هدوء وسكينة وراحة بال ويتزود بمرأة يأخذ بيدها علشان ندخل بها الجنة مش علشان إحنا ندخل في ملاحة مع بعض كل شوية كل شوية يحصل بيننا مهاترات ومشاكل الحياة أسمى وأخصر من هذه المشاكل كلها يا إخوانا مش محتاجين كل ده ولذلك لما أراد شعيب ابن حرب وهو من جلة السلف لما أراد أن يتزوج امرأته شوف بقى واحد رايح يشوف واحد عروسة بيعمل إيه؟ الواحد منها طبعا لما بيكون عايز يعني رايح يشوف حروسة أو أي حاجة بيستخف دمه ويبقى عايش في دور شكوكه في الجلسة بتاعت الرؤية دي يستخف دمه ويهزر وينكت ويعمل واحد ليه؟ عايز يعجبهم شوف الراجل ده رايح يقول إيه؟ شعيب ابن حرب لما أراد أن يتزوج امرأته قال لها إني رجل سيء الخلق والله ستة الأولة هو أنا أخلاقي مش كويسة تخيل إنت شوف بقى عقل المرأة وإزاي ردت على الكلام ده وإزاي احتوته قالت له أسوأ منك خلقا من يحوجك إلى سوئها يا سلام بتقوله لأ مش أنت اللي أخلاقك مش كويسة لأ لأ اللي يضطرك إنك أنت تبقى أخلاقك مش كويسة هو اللي مش كويس اللي ينرفزك ويعصبك ويخليك تخرج عن شعورك هو ده الإنسان مش كويس لكن إحنا متجاوزين زي ما قلنا علشان يحصل بنا المواد ده والرحمة دي أخواني عشان كده امتنى الله وتبارك وتعالى على نبيه زكريا بهذه النعمة وتلك المنة وقال وأصلحنا له زوجة زي ما قلنا يا أخوانا نعيم معجل إنك أنت ترزق بامرأة طيعة طيبة امرأة من منبت صالح طيب فالبذور الصالحة تنبت النبت المبارك لو كانت هي منشأة طيبة لا شك أن الثمرة ستكون ثمرة يانعة نافعة للأمة جميعا فإحنا لازم يا أخوانا الإنسان من هنا يا أخوانا قبل ما يتجاوز نشوف المرأة اللي هتجاوزها الأصل الجواز يا أخوانا مش شكل الجواز مش ملامح حلوة واحدة بيضة وخلاص الجواز ده عشرة معيشة هل أنت ترضي نديد كن أم أولادك طب الراجل ده لأبوها يعني يكون جد أولادك طب دي جدة أولادك طب ده خال أولادك طب ده أو دي عامة أو خالة أولادك الجواز مش بتتجاوز واحدة وخلاص تخضع مقطع من شجرة لا الجواز ده أسرك بأكمالية بتتجاوز أسرك ومتتجاوز واحدة علشان كده لازم يا أخوانا الإنسان يحسنوا الاختيار انظر إلى عقل هذه الحصان الرزاني خديجة رضي الله عنها لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغار يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام راجع مش هو بيترعش ده شوف الرواب يقول ليه يرجف فؤاده قلبه قلبه اللي احنا جوه مش شايفين ده قلبه بترعش عليه الصلاة والسلام فلما دخل عليه قال زملوني زملوني دفروني دفروني لقد خشيت على نفسي فانظر بقى عقل خديجة رضي الله عنه وكيف أنها احتوته عليه الصلاة والسلام وكيف أنها ضمدت هذا الفزع وهذا الهلع الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام قالت له قال زملوني زملوني دفروني دفروني لقد خشيت على نفسي شوف بقى شوف بقى عقلها وزي رضي عليه قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا شوف حتى انتقاء العبارات والكلمات قالت له ايه لا يخزيك الله أبدا ما قالت لهش لا يبتليك الله أبدا لأن الله عز وجل قد يبتلي الأخيار لكنه سبحانه وتعالى لا يخزيهم أبدا قالت له وبدأت بقى خديجة رضي الله عنه تعدد شمائل وخصار النبي عليه الصلاة والسلام لأن الإنسان يا أخوانا في وقت الحزن الشديد وفي وقت الغضب الشديد بينسى الأشياء الأبجدية الأشياء البديهية حل زي خديجة كده زي عائشة رضي الله عنه في حديثة الإفك لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا أذنب فاستغفر غفر الله له فقالت عائشة قالت والله لا أجد لكم إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ونسيت اسمه ليه سيد هو مين أصلا أبو يوسف ذا لو يعقوب ليه سيد تقول قول يعقوب حل فجب بارده خديجة رضي الله عنه بدأت بقى تعدد شمائل النبي وخصاله الطيب إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق فمثلك يا محمد لا يخزى أبدا شوف بقى ما بكتتوش ما قالتلوش إيه هو يقعد في الغار بيروح يتحنث ويتعبد هناك ويرجع يقعد كام ليلة ويرجع البيت ويطلع تاني هكذا تمام ما قالتلوش بقى هو أنت أصلا إيه اللي موديك هناك طب ما أنت عارف إن دي حتة مقطوعة وعارف إن المكان ده مقطوع وهو محدش بيروح هناك إنت إيه اللي موديك وإيه اللي مقعدك هناك لوحدك وا 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 لا المرأة العاقلة ما تعملش كده لما يكون زوجها تعبان عنده ضغوط نفسيته تعبانة عنده إرهاق بالشغل عليه ضغوطات كتيرة جدا في حياته مش تقوله أوه أنت دي عامل في نفسك كده أنت دي بتعمل كل ده لا 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 خالص مفروض أنه إيه تعديده شبائلة والله إن شاء الله ربنا يكرمك ده أنت عمرك في حياتك أنت عمرك أنت طول عمرك شايلنا وطول عمرك بتعمل خير وبرضو برك بأبوك وبرك بأمك وإخواتك وإنت ما شاء الله طيب المعشر لين الجانب صاحب كلمة طيبة إن هي محتاج إن الواحد إخواننا يقوله كلمتين حلوية مش إن أنا أزوده على الهام اللي هو فيه المرأة الصالحة إخواننا نعمة لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي فخيروا نعيم الدنيا المرأة الصالحة الطيبة الليينة الهيينة المرأة اللي هي زي ما قلنا تعرف تحتوي زوجها تعرف تحتوي المشاكل مش تختلق مشاكل الحياة إخواننا الحياة مليانة مصاعب كتير ومليانة مشاكل كتير أنا مش هرجع من بره في المشاكل اللي أنا شايفها في الشغل وفي الضغوطات وكلام وارجع عليها في البيت كمان إيه ده إذا تزوج العبد المرأة الصالحة الصالحة فقد أعانه الله على شط دينه فليتق الله في الشطر الباقي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ذرياتنا وأن يصلح نساءنا وأن يقر أعيننا بصلاح أبنائنا وصلاح نسائنا اللهم أمين ونسأل سبحانه وتعالى إن أجعل ديوت المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بها أولانا وكفى به مولانا أحصى فلا ينسانا قال أشكر وأعانا فكفى به مولانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر